ايه بقى خمسة وعشرين ناديا بصي بقى سيدوان ناديا من ساعة الحدثة وهي ده من جزء المخطط ده صديقتي 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 ناديا يسري كانت بتشتغل عند المرحومة بمرتب وهي خدتها من الشارع وسكنتها عندها عشان عطفت عليها وهقول لكم الحدوتة بالضبط من ناديا يسري هي بنت ناس اي نعم لكن زي ما تقولي اهلها كانوا غضبانين عليها اهلها كانوا غضبانين عليها طبعا عشان لو الناس تتذكر ناديا يسري اللي هي سعاد حسني كانت عايشة والله الناس كلها فاكرينها كويس وعارفين ان هي بتكذب ليه عاشت الايام الاخيرة مع سعاد حسني وانه كانت لا تقوليش كده من قبل استاذ مالي عشان دي مش حقيقة عاشت ايام ايه اخير ايه ده هي راحت الاربط قتلت الخميس مفيش خرجت من مساحة الاربط قتلت الخميس قعدت معاها فين؟ في بيت ناديا اه شقة ناديا شقة ناديا يعني بس يا ما كيتش قعدت معاها قبل كده؟ خالص انت قابلتي ناديا يسري ولا ما قابلتها ايش؟ ما تقدرش تقابلني هي تطريعها بتقابلني هي لو تقدر تقابلني تيك تقابلني طيب تعتقد انه ناديا يسري يمكن انها يعني انت بتتعميها بانها هي التي القط بسعاد حسني من البلكونة؟ انا ما بقولش كده انا ما قلتش لحادرتك كده اه امال في الكتاب ايلى ايه؟ هقولك هي دورها ايه بالزبط؟ نحدد دورها اه طب ليه دور هقولك هي دورها او لعبيته ازاي؟ اه هو دو كل واحد ليه دور مش هي بس ده خمسة ستة كده كل واحد ليه بدور خمسة ستة امم شخصيات عامة باسماءهم صحفيين واعلاميين صحفيين واعلاميين ايوا بس اسمي مش موجود لا بس انت موجود برضو ات موجود برضو كنت بحب سوعة كان لا بس انت ليه حاجة وهمة جدا في الكتاب والله جدا طب كويس والله بس بس مش يا داي مش مخضبطان لا يا بعد الشر انا كان من احلامي ان انا اعمل في يوم من الايام حوار مع سعاد حسن لكن كان من احلامي ونصحفي يعني الله يا الحم لان سعاد حسن الحقيقة وهي ستة جميلة قوي وهي ستة جميلة جدا واحنا كلنا هنبقى مهمومين يا مدام جانجاب انه